قامت الهيئة الإنجلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنظيم مؤتمر حاشد تحت عنوان شارك بصوتك نصنع مستقبل مصر استعرض المؤتمر عددا من قصص نجاح المستفدين من المزارعين من مبادرة إزرع إلى جانب جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في جميع المحافظات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جاء المؤتمر الذي نظم قطاع التنمية المحلية بالهيئة القطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية وبعنوان شارك بصوتك نصنع مستقبل مصر المؤتمر استعرض عددا من قصص نجاح المستفدين من المزارعين من مبادرة إزرع إلى جانب جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في جميع المحافظات من خلال خبرات ومجهودات الجماعيات ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة صناعة مستقبل المشاركة صناعة مستقبل في بداية كلمتي أود أن أشيد بكافة الجهود المخلصة التي بدلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية خاصة في مجال التنمية وأشيد الجهود العظيمة التي يبزلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يقوم بدور كبير بالتعاون مع كافة الجهات وبالشراكة مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني بمصر في تحسين نوعية الحياة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية فأصبح النهاردة وجودنا خلف قيادتنا السياسية تعني رسالة للعالم كله أن مصر بتنعم بحياة ديمقراطية حقية وبديمقراطية حقية الانتخابات بتتم تحت إشراف قضاء كامل المؤتمر الذي حضره عدد من المزارعين والمستفيدين من مبادرة إزرع إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والقيادات الوطنية استعرض جهود الهيئة القبطية الإنجلية خلال الفترة الماضية نهاردة جايين نقول للجميع أنه مهم جدا تشارك مهم جدا تكون عضو فاعل في المجتمع إحنا في حاجات مختصبات كبيرة جدا جدا إحنا شايفينها ولمسناها في العشر سنين اللي فاتت حق وواجب علينا أن إحنا نفعل مشاركتنا وندعم المشاركة جيميشلينة بس لكن كمان لآخرين علشان إحنا عايزين نكمل بناء الجمهورية الجديدة ده صوتك فلازم أن أنت تدلي بيه يعني أي أن كان رأيك في أي حاجة لكن ده صوتك ولا بد أن تدلي بيه وأن تقيم موقفك بناء على ما تحقق والظرف كمان اللي هو إحنا بنعيشه يعني وجايين دعم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنقول له يا رئيس إحنا فلاحين مصري كلها دعمين لحضرتك لأن إحنا في 2013 إحنا اللي طلبناك وقلنا لك ينزل يا رئيس وإحنا في ظهرك ومسندينك وفلاحين مصري كلها بتقول لك يا رئيس إحنا هنشارك وهننزل عشان خاطر مصر الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية هي جماعية أهلية تأسست في خمس نيات القرن الماضي بهدف السعي نحو تأكيد قيمة الحياة الإنسانية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية جرمين إبراهيم التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر